مساء الخير مساء الحب مساء السلام مساء الجمال مساء التشافيش اخباركم شكرا اللايكات والقلوب ما زاد نتكلم عن تشاف العلاقات باقي كم يوم باقي كم يوم يا جماعة اليوم اليوم 26 باقي كم يوم يخلص الشهر اذا كنت ما حطيت النية حط النية صحي ما باقي لكم يوم بس يعني كله يشتغل اذا كنت ما حطيت خلفية الجوال يحط خلفية الجوال الفيلم ناقشنا الفيلم على اليوتيوب موجود الفيلم في تويتر وتقدر تحضر المناقشة على اليوتيوب عندنا برضو ثمانية مواد موجودة على الموقع سوية 369.net برضو راح تقفل نهاية الشهر كنت مهتم مستعد عندك الوقت عندك المال مستعد للتغيير ممكنك انت تختار ما يناسبك منها عندنا تشافي العلاقات اذا كان عندك جروح في العلاقة تبغى تقفل هذا الملف تتشافى منه تساعدك هذه المادة عندنا غداء منتصف الليل عندنا عقود الاثير عندنا العلاقات الخطرة عندنا خيارات الخلافات ايش تسوي وقت الخلاف وش الخيار اللي تختار ايش الخيار الانسب وقت الخلاف خصوصا عندنا احنا ضعف في وقت الخلافات يعني كده يتغبش علينا وقت الخلافات عندنا طبقات الحياة وعندنا الحياة السرية للبشر وعندنا وش بعد ما قلنا نفروض نقلتهم كلهم صح كلامك مو واضح ويغفهم حبيبتي نومي انت اي عادي طبيعي في البداية بعدين شوية تقعدين معنا تقولين الكلام واضح جدا بس يبغى لك وقت واسألي الناس كلهم راح يقولون لك هذا الكلام طيب اليوم نبغى نتكلم عن إدمان العلاقات السامة نبغى نركز شوية أكثر علاقات السامة خصوصا ما تكلمنا عنها من بداية الشهر وبعدين مناخذ اسئلتكم تقولك سمنانة ايو والله صحيح هذا صحيح مو ديك المرة ما دخل فيني الفستان قلت لكم هذا من الايروفيدا عموة دخلت دايت جديد علي بالنسبة لي مرة جديدة بس قاعد أشوف قاعد أشوف رحب أصدقائي على تيك توك أهلا وسهلا شرفتوني عندنا 25 ألف لايك 26 ألف لايك تانكيو أوك أوك دعونا نتكلم عن موضوعنا صوت الديك ما يسكت ليل نهار صباحا مساءا طول الوقت طول الوقت زي لما تكون في المدينة طول الوقت في أصوات سيارات صاح الحين هذه الأصوات هل توقف برنامج جمع سمية لا قاعدين نحضر للموسم الجديد بصراحة أنا ما أبغى يعني نفس الموسم الأول ما أبغى فإذا في أي اقتراح أي فكرة كده نبغى أفكار يعني بر الصندوق المهم إنه يعني لو عندكم فكرة إحنا قاعدين نفكر أوك لو عندكم فكرة جديدة مختلفة أبغى فكرة جديدة اللي ما عجبني في الأول إنه برنامج يعني كده تقليدي يعرفتي يعني سؤال وجواب وكده خلاص يعني أحس مليت من الجو هذا نبغى يعني جو ثاني عموما إذا عندكم أفكار إرسله الفكرة عن إيش في الوعي نبغى نتكلم عن الوعي نبغى نتكلم عن الوعي نبغى نتكلم عن الوعي بس نبغى فكرة جديدة بس هذا هو المهم يعني فهي أحد تطلع تطلع معها فكرة يعني يودنا يعني شاركناها أوكي ارسلوها في الانفو انفو لا حرام عليكم مون ريم لا بليز مون ريم حرام ريم ما هي قادرة توقف الاتصالات ليش ما تخلينهم هما يسألونك ما هي مشكلة شفتو مثلا كوميدي الوعي مثلا فكرنا بموضوع انه سوي ستاند اف كوميدي وعي بس الفكرة مين ناضجة يعني أبغى أبغى أفكر كل الأفكار بعدين أقرر أعرفتو أبغى يعني كل شيء يعني ممكن نفكر فيه نحط على طاولة بعدين أقرر الشيكون الموسمة الثاني يلا اللي يجيب فكرة كويسة نشغله معانا ليش لا مادم هو مبدع لهالدرجة ما رح فوت أنا خلونا نتكلم شوي عن إدمان العلاقات إدمان العلاقات السامة وبعدين ناخذ أسئلة انت تعرف ايش نعني بالعلاقات السامة العلاقات اللي هي ترجع لك بشعور سلبي أقول هذه علاقة سامة معناها هو قاعد يعطيك ويشحنك ويدف عليك شعورها السلبي سواء كان بوعي أو بلاوعي فتقول هذا كأن يعطيني سم كأن يسممني كأن يكب علي سموم من عنده هذه علاقة سامة طبعا مو كلنا عارفين انه العلاقة اللي موجودين فيها هي علاقة سامة ولا علاقة غير سامة لأنه مرات الأشخاص يكون لابسين نظارات وردية ورات لابسين نظارة سودة مرات اللمبة كلها طافية وكن في علاقة خطرة فأحنا ما نعرف بالضبط إذا العلاقة سامة أو ما هي سامة طبعا تكلمت قبل كذا عن علاقة سامة تلقونها في اليوتيوب بس في أشخاص عندهم يعني يحبون العلاقة السامة هذا اللي ثير التساؤل يعني معلش معلش يا ماما انت ليش تركضين ورا الرجال اللي هينك يعني عرفت هذه الفكرة طب انت عارف انه هذولا هما يسون فيك ليش انت تركض وراهم ليش انت تلحق وراهم انت عارف انه هذه الشلة شلة الأصدقاء هذولا يهينونك ويقللون من قدرك ومع ذلك انت تركض وراهم فهذه هي حالة إدمان العلاقات السامة يعني لما يكون الخيار انه اوف من العلاقات او علاقة سامة يروح العلاقة السامة لما يكون خيارات علاقة محترمة ويعني متساوية او علاقة فيها سموم يروح العلاقة السامة تقول ليش 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 هذا الشخص يسوي هذا ليش هذا الشخص يسوي هذا الشغل ليش هو يختار هذا الخيار ليش يختار ليش تختار سيدة مثلا سيدة جميلة بدلما تروح مع سيدات يحترمونها ويقدرونها تروح مع سيدات يقللون من قدرها بسبب جمالها تقول ليش؟ ليش كل مرة تعلق في هذه الدائرة أو في هالمجموعة تستمر عندهم تستمر كأنها تشحتهم العلاقة كأنها تبغى هذه العلاقة تستمر كأنها مصرة أن هذه العلاقة تستمر تقول لك صارت لي تصير طبعا هي تبين ما بين الجنسين أكثر وبرضو موجودة ما بين ذات الجنس يعني تلقون مثلا بنت تعلق في صديقات سامات وهي يعارفة أنهم يعرضونها المواقف thank you يعرضونها المواقف سيئة يعرضونها الإهانة يغارون منها يحسدونها ما يفرحون بنجاحها ومع ذلك تركبوا راهم تركبوا راهم تركبوا راهم هتقول لماذا يدمن هذا الشخص هذه العلاقة السامة أول شيء أبغى أقول لك أن الأشخاص هذولا هم في أسوأ مراحل وعي العلاقات مرة 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 وضعهم مزري وضعهم مزري في وعي العلاقات يعني شوف في شخص يدرك أنه الشخص الآخر مسيء لكنه متورط عنده مصالح مشتركة بس هذولا من المحتمل جدا هم مو فاهمين أنهم يتعرضون للإساءة مو فاهمين أنه في علاقات جيدة الإدراك والوعي فضلا عن قدرتك أنك تسوي شيء أو تاخذ موقف ما هي موجودة عندهم ما يستطعون يشوفون الموقف كما هو هم مو شايفين الموقف زي ما إحنا شايفين من برة هي مو شايفة أنه هي قاعدة تركض ورى الرجال هينها قاعدة تركض ورى الرجال ما يعطيها وجه ده هي مو شايفة هذا الموضوع مو شايفة مشغول مو شايفة اللي إحنا شايفين هي شايفة شيء ثاني هي شايفة رجل رائع جميل رومانسي يعني عريس يعني مؤهل بس إنها مشغول مشغول يعني يعني تجد لأعذار تجد لأمسببات تجد كل الأسباب الكافية أنها تعطيه أعذار للقصص اللي هو يعيشها فهذا انخفاض في إدراك العلاقات ووعي العلاقات ذلك على فكرة ترى مجرد حضورك وأنك تسمع قصص الناس في العلاقات وأسئلتهم وأحداثهم وإيش صار ترى هذا يرفع وعيك معرفتك لطبائع البشر وين واصلين في مستواهم وكيف يتعاملون مع بعضهم والحياة السرية للبشر هذا يرفع وعيك في العلاقات مو بالضرورة قصة معينة عندك أنك تفكها بس يكون عندك يعني يعني ألف بال العلاقات لأنه غالبا إحنا في المدرسة ما ندرس العلاقات ما ندرسها ما درست أنت العلاقات ولما يكون عندك أب وأم علاقاتهم فاشلة وحتى علاقتك معهم فاشلة فأنت وشلون تعرف عن العلاقات ما تعرف ما تعرف لا درسوك لا أعلموك لا شفت أمك وأبوك في علاقات جيدة ما عندك إخوان أكبر منك فأنت ما تدري أصلا أنه هذه العلاقة تعبانة بس هذه أحد الأسباب أنه شخص هذا أصلا مو عارف هو يعني ساذج في العلاقات ساذج يعني كأنه في أول ابتدائي في العلاقات أو في الروضة في العلاقات لسه ما درسوا ما فهموا ما عاربوا ما في أشخاص يفهمون في العلاقات ما وراء السطور وما هو في الهوامش وفي أشخاص لا قدامهم الموضوع ولا يفهمون فهذول الأشخاص اللي يدمنوا العلاقات السامعة من المحتمل جدا لأنهم هما إدراكهم العلاقات الضعيف هم يحتاجون يقرؤون يفهمون يطورون أنفسهم يحضرون معانا يسمعون أسئلة الناس يحضرون الحياة السرية للبشر بس كده يعني يكون عندهم يدخل في وعيهم الواقع يفهمون الواقع بس أنهم يفهمون أنه في ناس سيئين في ناس متلاعبين في ناس غشاشين في قراصنة في ناس كويسين في ناس رائعين بس عشان يفهمون هالتشكيلة حق البشر كنت أعتقد أنه السامين هم اللي يحبوني تقول مريت في المرحلة كنت أعتقد السامين هم اللي يحبوني تصير خليني أقول لك أحد برضو أحد الأسباب اللي تخلي الشخص يدمن العلاقات السامة أنه هو نشأ في بيئة كل العلاقات فيها سامة وبالتالي هو يعتقد أنه هو كذا التعامل لما أنت تكون قريب من الأشخاص والأشخاص المحترمين هذول عايشين في فقاعة أو كذبة أو هم لسه ما مانوا على بعض لسه ما يعني ما صاروا يمونون على بعض فهو كذا يعتقد أنه لأنه هو شاف أمة تعامل بطريقة سيئة شاف أبو يتعامل مع أمه بطريقة سيئة شاف أخوانا يتعاملون بطريقة سيئة فهو يعتقد أنه هذه هي العلاقات الصالحة الثانين اللي نتعامل باحترام وتقدير هذولا يمثلون هذولا مو بصادقين هذولا ما يمونون على بعض وبسبق هذا كله بسبب البرمجة اللي هو تربى عليها بسبب القصة السيستم اللي هو دخل وتورط فيه ذلك هو عالق في هالنموذج أنه هذا النموذج هو الصح للعلاقة يعني مثلا تلقى اثنين يتكلمون مع بعض تقولها يا كلبة انت يا حيوانة تقول هي ليش تسبها كذا تقولك يعني من الحب هذا طيب هذولا لا هذولا ما يمونون على بعض آه هو يتأخر علي لأنه يمون علي يسحب علي لأنه يمون علي كذا يعني كذا يفهمونها أنه إحنا يعني ديب في العلاقة أنه إحنا مرة نعرف بعض وعمقين مع بعض ويعني تكشفنا لدرجة أنه وصلنا له المستوى من السموم وذاتس أوكي هذا يدل على العمق يدل على جودة العلاقة هذا في مخهم في تصورهم كل سيستم قديم جاء من الطفولة أي موجودة بكثرة أي تقول كي يزعلون إذا قلت لهم احترمي نفسك طبعا هم كذا يفسرون العلاقة الصحيحة ويفسرون العلاقة الجميع فيستمرون موجودين في علاقة تعبانة لأنه هذا اعتقادهم هذا تصورهم مو ما يعرفون بس هذا تصورهم يعتبرونها هذه علاقة صحيحة هذه علاقة يعني جيدة وعميقة أيضا أحد الأسباب اللي تخلي الشخص يدخل في إدمان العلاقات السامة هو الموضوع اللي تكلمنا عنه اللي هي متلازمة الخوف من الهجر أنه الشخص وإذا كنت ما حضرتها تقدر تحضرها موجودة في اليوتيوب وموجودة في حسابي على انستجرام أنه الشخص يعني خايف من قصة الهجر تينكيو خاتم الماس هو خايف من الهجر لدرجة أنه يقبل بظرف كثير ردي يقبل يقبل أنه يعيش يعني مواقف كثيرة وهو يعرف هذا هذا يعرف أن الواقع سيء ويعرف أن العلاقة سيئة ويعرف أن العلاقة سامة لكن بالنسبة له ترك العلاقة أكثر ألما من السم اللي جاي منها تينكيو هذه المقارنة لما يقول أترك ولا أبقى في العلاقة السامة يقولك لا أترك مرة كبيرة مرة تخوف مرة توجع فهو خايف مرة أنه يترك فيختار أنه يستمر في علاقة سامة ويدخل يستمر إدمان في هذه العلاقة السامة حتى لو الشخص قال له باي باي يقول لا تكفى إن شاء الله تصلح الأمور هو يقول تصلح الأمور تتضبط الأمور وهكذا حبيبتي روان تقول كنت هيك حبيبتي الحمد لله أنك خلصت القصة وإن كان ترى متلازمة الخوف من الهجر مرات تجي نتيجة كثيرا مرات الواحد يهج بدري تكلمنا عنها إنه هج بدري مرة مرة قوي ما تجي ملامح ملامح الهجر عشان ما يعيش القصة إنه هو محجور Oh my God Thank you حوت أيضا أحد أحد الأسباب اللي تخلي الشخص يدمن العلاقات السامة إنه هو مستواه المشاعر كثير ضعيف وبالتالي ما يستطيع إنه يجذب أشخاص جيدين فهو طول الوقت يجذب أشخاص بمستواه مستواه الردي فالخيار عنده إما أن يبقى وحيد وإما أنه يستمر مع الأشخاص السيين فيختار الأشخاص السيين هيقولك لا والله أقعد وحيد كذا لا خلني مع الأشخاص السيين ولا أقعد الحالي خلهم يسبوني يشتموني يتجاوزون حدودي It's okay هذا أقل ألما من ألم الوحدة فيكون عنده هذه الخيارات أقل ألما أني أروح في علاقة سامة من أني أبقى وحيدا فيختار هذا الخيار يختار هذا الخيار مرات مرات الأشخاص اللي يكون عندهم برضو هذا سبب إدمان العلاقات السامة الأشخاص اللي يكون عندهم مشكلة في صندوق الرفض أنه الرفض الرفض في الطفولة الرفض من الأم ورفض الأم مرة يعني موضوع كبير في الحياة كبير كبير الرفض المهم أنه هذا الخزان عنده يعني زي ما نقول خالي خزان هو يعني مرة مرة متورط فيه مرة يعني خزانه فاضي كذا يعني فيبقى في علاقات سيئة لأنه مانجالة out هو ما يقدر يأخذ الأكشن هذا لأنه ما صدق خبر يلقى أحد يقبل فيه حتى لو كانوا يطقتقون عليه ما أخذين فاكهة المجلس هو عنده ألم ألم الرفض هذا يعني خزان ينزف من الطفولة فهو ما يصدق خبر يلقى أحد يعني يقبل فيه أن يكون متواجد في العلاقة حتى في علاقة سيئة يقبل فيها يرضى فيها فيحس أنه او واو أنا عندي صديقة او واو أنا عندي حبيبة او واو أنا عندي شريك او واو مع أنه أسوأ شيء بس يحس أنه هو كذا عوض قصة الرفض اللي هو مر فيها أو عاشها مع أنها مازا تنزف هو ما يدري أنه بهذه الطريقة ما قدر يعوض يعني بس هو يعني يتصور لأنه ألم الرفض بالنسبة له كبير كبير مرة فما يقدر يعني ما يقدر يفسرها في وعي أن هذا رفض خلني أنسحب خلني أحترم نفسي لا ما يقدر يواجه هذه الفكرة فكرة توجع يعني تخلي واجه يقول لنفسها هما ما يبغوني خلاص أنا أمشي هذه الفكرة بحد ذاتها مواجهتها مواجهتها يعني وين تفتح ملفات وطبقات وألم وظلام وصناديق موحشة هو عند هذا الصندوق مرة موحش فيختار أنه ما يفكر أن الموضوع رفض ويستمر في حالة أنه هما متقبليني that's okay تقضقون علي خلوني فاكهة that's okay أهم شيء أني أنا أشعر أبيت الشعور هذا الموهوم عندي أني أنا مقبول أنهم هما تقبلوني أني أنا ماني مرفوض آه بيبرز تقول هذا اللي صار معاي حبيب تي انتي عموما هذولا ترى القصة عندهم مشواعية ما يعون فيها يعني ويمكن مجرد ما يعيه الواحد يبدأ يتغير الموضوع طيف خلوني أخذ أسئلة على الموضوع 120 ألف لايك thank you شكرا جزيلا أفنان حبيبتي تقول هربت للزواج من ماما ومشاكلها معاي الغريب لما تزوجت جلست أبكي أبغاها ومعدتي كل يوم تقلمني ليش صار لي كذا وأنا كنت أبغى أطلع من عندها بأي طريقة حبيبتي انتي فهمت القصة تقول كأنا يعني هجيت من أمي عندي مشاكل أنا وياها خلوة هجيت يوم اني هجيت قاعدة تصيح يعني ما تحملت الفقد هذا ما تحملت القصة احنا يعني في وقت ما ضروري نشرح موضوع الخزانات وكيف انها قاعدة تشتغل في حياتنا الأم عندها مسؤولية انها تعلم أبناها كيف يفكون منها أوكي من أحد مسؤولياتها من أحد مسؤوليات الأم انها تعلم أبنائها كيف يفكون منها وكيف يتصلون فيها طبعا أغلب الأمهات يعني هي متصلة بابنها وهي عالقة في الموضوع فهي ما ندري شو تسوي ما ندري كيف تتصرف وتبدأ ايش تتحوط الأبن ولا البنت وتقفل عليهم في صندوق وكذا ويصير الموضوع يعني خلاف ووضوع مرة يعني مرات بتنفصل تقولك لا عشان عيالي أنا مقفل عليهم معاي وكذا ومربطتهم وكله يعني مشاعر مطلخبطة ما تعرف أو ما تنتبه أنه هي شعورها متكركة ومطلخبط فهذا دور من أدوار الأم يعني أم تزوج بنتها بعدين بنتها يعني تقعد تصيح تقول أمي وماما ولا ما قدر أتعمل لا رجعوني لا طيب مع ليش يعني يعني ماعرف هذه كم عمرها يعني ممكن عمرها 40 يعني هي الأم ما علمتها كيف أنها تتحرك كيف أنها تفك منها هذا الانتماع ما دربتها ما علمتها زي كثرة تشوفون كيف أولى ابتداء الأطفال يصحون يصرخون وكذا وفي أطفال لا يروحون صاح صاح في أطفال على طول يعني ينخرطون في المدرسة في أطفال يقعدون يصحون شهر كامل دورون أمهم فهذا أحد أدوار الأم اللي الأم لازم تسويه لازم أنها تسويه ذلك أنت ما كان عندك هالترتيبات هذي الان اوف ما كانت صحيحة وما كانت سليمة ومشيتي تعتقدين أن عندك القوة الكافية أنك أنت يعني تنفصلين عنها بس تفاجأتي يومني كرحتي أنك أنت ما قدرتي ما قدرتي يعني تدبرين نفسك الأم وما درستهم بالضبط عموما راح نتكلم لاحقا بالخزنات وكيف أنها تأثر علينا هل ممكن تكون علاقتنا مع ذواتنا وأنفسنا سامة كيف أشافي علاقتي بنفسي ممكن بس طبعا حنا يعني هذا الشهر ما نتكلم عن علاقتنا مع ذواتنا وإن كان في العمق ما في حد برا في العمق أو في الصورة الكبيرة ما أحد برا أنت تتعامل مع نفسك والكاركترات اللي قدامك هي قصص من خلالها تطور نفسك لكن علاقتك مع نفسك هي قصة مرتبطة بتطوير الأجساد اللي عندك تطوير الجسد الفكري تطوير الجسد المشاعري كيف تفهمهم كيف تتعي من خلالهم كيف ترفع مستوى إدراكهم هذا هو المهم بلدرجة للجسد المشاعري أنك تطور الجسد المشاعري Thank you قطار صديقتي تقول طلعت من علاقة سامة مع صديقة انصدمت من المخلفات اللي سببتها لي واللي كنت أتوقع أن هذه أنا ضربت أول شي جسدي المادي ضربت أول شي جسدي المادي شون أنظف المخلفات والفرونج قصتك مرضتي قصتك مرضتي ولا سرقتك بشي ضربت الجسد المادي هذه ما أعرف يعني قد تكونين مثلا مرضتي منها تقولين أوه واو هذا حجم القصة اللي صارت أنا ما كنت عارفة أبغى أقول لك أنه العلاقات اللي نسمح لها أنها تدخل إحنا ترى ندخلها للجسد الطاقي ونقول خذ راحتك اشتغل هناك هناك وش فيه؟ هناك فيه الإعدادات هناك فيه الإعدادات يا جماعة Thank you الماس إحنا مجرد ما أقول قبلت لهذه العلاقة بوعي بكلام بسلوك قبلت أنا أقول تفضل 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 أفتح الباب للجسد الطاقي تفضل 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 يدخل هناك وش فيه هناك؟ هناك فيه الإعدادات فيه الإعدادات فيه الريموت كنترول وفيه الخلفية حق الجسد المشاعر وخلفية الجسد الفكري وخلفية الجسد كل هناك مكشوف أنت مكشوف لما تقبل في العلاقة وهنا تدخلط طاقتنا وانت برضو تدخل على الجسد الطاقي عندها فتسداخل طاقاتنا مرات انت ما تعرف انا مين هو مين شو ام وصلت تقول انت كنت تتوقع انها هذه انا بس كنت شفت هذه المخلفات حقتها ايه ايه موجود ايه لانها لما دخلت راحت للجسد الطاقي وغيرت في الاعدادات غيرت في الاعدادات اشتغلت في اشياء في الجسد المشاعر والجسد الفكري والمعتقدات وكذا لخبطت فيهم وغيرت فيهم فانت تحسبي انه هذه انا بس لما طلعتيها تشفت انه هي كانت ماسكة جزء من الاعدادات هذه فلا تتهاون ولا تتساهل في اي شخص انه هو يعني لا علاقة عابرة لا علاقة خفيفة لا لا معلقة خفيفة مدام دخل فدخلت الطاقة ودخلت الكارمات ودخلنا في قصص طويلة عريضة تبدلنا صناديق وعبينا بعض بنزين ووا ووا لا تعتبر ان الموضوع بسيط انتي الان مرضتي حبيبتي انت اتوقع قصدك هالا اش تسوين الان من مخلفات هالبرمجية اقترح عليك انك تحضرين تشافي العلاقات اقترح عليك انك تحضرين تشافي العلاقات تانكيو طلال قد يكون عندك مثلا شعور معين جرتك لا ممكن هذه العلاقة على فكرة احنا لازم نسألها العلاقة هذه ما هو شعورها ما هو شعور الرئيسي لهذا الشخص ايش هو ما هو شعور الرئيسي لهذه العلاقة هذه صديقتك هذه التعبانة ايش شعورها الرئيسي في الحياة ايش شعورها القائد مو ايش هو الشعور اللي دايم يعني يطلع منها ايش هو تلقينا الحين عندك تعبى بانزين صار عندك فاعتقد هذا يبقى لا تنظيف هذا الشعور يبقى لا تنظيف كنت بعلاقة مع شخص لا يهتم ويطالبني باهتمام ولما اهتم فيه يبتعد عني احترت هل من الافضل ترك العلاقة على طول سؤال على طول على طول يعني ولا دقيقة ولا دقيقة تفكير ولا دقيقة تفكير اوكي يعني اي علاقة فيها الغاز فيها اسوي ولا ما اسوي ويطلب شيء بعدين النتائج يطلع شيء ثاني thank you طلال محير معادلة رياضية صراحة الحياة معقدة بما فيها الكفاية انك انت تنشغلين فيها بعد ناقص تنشغلين في واحد تفكفكين يعني الغازة ومعتقداتها وعقدة صراحة يعني من تي ناقصها والله من تي ناقصها والله من تي ناقصها اه اي احد اي احد يجيك عنده الغاز واجد عنده الغاز واجد قلت لا قل gotten اريد احنا عايشين في الغاز الحياة لا تحتمل مزيدة الله يخليك الله يخليك ما نحتاجك على فكرة من اختبارات من اختبارات انت تعيش مع القصة حياة الالغاز هذه يعني انت عارف كمية الطاقة اللي تحتاجها عشان تعيش مع شخص ابو الغاز ترى ما امزح ترى ما أمزح يعني الآن لما تتعامل مع شخص عادي طبيعي سوي يعني يعني خلنا نقول يحتاج لك خزان كل يوم تعطي هذا الشخص مثلا بانزين الشخص هذا أبو الغاز أنت محتاج 10 خزانات 20 خزان يا دوب يا دوب صدقيني صدقيني لو رحتي سافرتي وخدتي راح تكون بسط وكذا أنت في وانت في عز يعني الوناسة والسعادة وكذا صدقيني هو عالق في مخك قاعد يسحب من ضاقتك تفكرين تقول هو شخص داك اليوم ويرسلك رسالة غامضة ويختفي ويظهر ويعني يعني يسوي كأن يعني في فيلم أعرف شو الفيلم هذا في فيلم غامض كأننا عايش فيلم غامض يعيش مع نفسه مع نفسه يدور لأحد يبكك لألغازة قبل فترة سمعت عن الشخص النرجسي وفيه مواصفات حسيتها فيني بس يوم سمعت عنه أكثر تراجعت وأحس ضايعه قصدك أنت محتارة أنت نرجسية أم أنت نرجسية؟ قد تكوني النرجسية احنا تكلمنا عن العلاقة مع النرجسي تقدرين تحضيرين المادة موجودة على اليوتيوب وموجودة في انستجرام وقلنا أنه النرجسي يعترف بالنرجسية وهو فخور أنه هو نرجسي شوف فيه يعني أسباب منطقية للقصة فقد يكون فعلا أنه أنت يعني نرجسية شكرا تارف إذا عندي صفات سامة وش أسوي والله صراحة أنا يعني أحييك أحييك على هذه الاعتراف الله الواحد يقول أنا مصاب أنا كذاب أنا قرصان أنا مخادع أنا والله غشرت الناس أنا أخداعهم مرة يعني مرة أحترم هذا الشخص أقول الله يعني الله ينور دربة الله ينور دربة اللي وصل لهذه المرحلة مرحلة أنه هو يريد أن يتخلى عن تلك النسخة يريد أنه ينظف القصة يرمي كل المخلفات اللي هو تورط فيها الله يوقف قدامه برايه ويعترف يعترف ويطيح الحمل فأنا أقول شكرا يعني على هذا الاعتراف أني قلتي أنه عندي صفات سامة محتاجة تنظفينها هذه صفات سامة جت من مشاعر سلبية محتاجة تشتغلينها على الجسد المشاعري في ناس تتكلم من وراي وباسمي بين الناس وتكذب وتسبب مشاكل كيف الحل بليز تتكلم من وراي شيء وباسمي يعني يقولون فلانا قالت فلانا قالت كذا وكذا طيب وصدقوا وكذبت يعني تقول لك فلانا قالت كذا كذا وهذا الكلام كذب وصدقوها مجموعة الأشخاص المصدقين هذولا اللي يصدقون بتقولين أنت سببت لي مشاكل والناس جوا يعني يزالانين وليها وشوني ولا كذا بصراحة 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 الناس اللي يصدقون الشخص الكذاب هم كذابين مثله وهم خسيسين مثله هم رديئين مثله هم لا يستحقون أدنى توضيح ولا أدنى اهتمام ولا أدنى انتباه والله والله صدق بس إذا جاك شخص محترم يقولك أنا جاي أبغاء أتأكد وصلني خبر أنه قلتي هذا موجاي تشكة موجاي تهاوش موجاي يلوم موجاي أنب ممصدقهم جاي يتأكد من المعنى ويقول وصلني خبر أنه كذا كذا هل هذا صحيح؟ هذا الشخص تحترمينه وتوضحين له هذا الشخص محترم ماهو غبي يبغي يسمع من كل الأطراف ويعرف الحقيقة هذا الشخص تحترمينه تقولنا والله لا هذا الكلام مو حقيقي وأنا ما قلت هذا الكلام وهذا الكلام كذب عليه تقولوا فيه عليه أما البقية الشل البقية هذولا هذا مجموعة تيوس هذولا لا تقيمين لهم أي وزن هذولا خراب هذولا بيصدقون أي كذاب هذولا أصلاً أصلاً يعني مجهزين التصديق هم يبون هم يعني هم قد يكونون إنعكاسهم هم أوجدوا الكذاب عشان يصدقون هم هم الخسيسين أنت تتصورين الكذاب والخسيس هم يعني بمستوى أو يمكن أخس منه والله والله ترى هذولا ما هم هاينين اللي صدقون الكذاب اللي صدقون هذا اللي ينصب عليك ويألف عليك ترى هم خسيسين يعني هذا على قل تقدير بنفس المستوى قد يكونون أسوأ منه لأن في وعيهم هم أرادوا هذا الاحتمال فأوجدوا هذا الكذاب اللي يصنع القصة بس هم جبناء ما قدروا يصنعونها فأوجدوا هذا الشخص الشجاع اللي يقول هذه القصة هم يطبلون للقصة ويكبرونها ويسوون عليها مشاكل ويأنبونك ويحاسبونك عليها كلهم في الزبالة إلياس يقول أنا دائما تنتهي علاقاتي بشكل سيء إما بنميمة أو يذهب لإعدائلي أو يقل إعجابه ما هو الحل أو واو مدام كل مرة معناها عندنا رسالة يا إلياس في شيء في موضوع أنت محتاج تفهمها في قصة في موضوع أنت تحتاج أنك تفهم القصة اللي أنت مريت فيها يعني نميمة قصدك مثلا أنهم هم يبدون يعني يوصلون لكلام مثلا أو يعني يوصلون للآخرين كلام يذهبون للأعداء أنهم ينتقلون يصيرون أعدائك يقل إعجابها هذه عادي تصير وأنه في البداية ينبهرون بعد أن يصير الموضوع عادي هاي طبيعية حتى عندك أكيد موجودة لنك مرات تنبهر في الشخص من بره بعد أن تعرفها على الحقيقة لنك تعرف نقاط ضعفة ونقاط قودة من بره بس تشوف نقاط القوة لكن لما تدخل في العلاقة تشوف اثنين فتكون متوازن فهذا عادي بس القصة الأولى تتكرر ما هو عادي ما هو عادي ليش كل مرة تعرف على واحد غادي يصير عدو وش Bethany وش اللي قاعد يصير هل أنا قاعد أحفزهم منهم يكونون أعداء هل في شي في مكان آخر قاعد يصير وأنا ما أدري عنا هل في شي قاعد يصير وأنا ما أدري عنا هل أنا أشجع الناس هتولا أنهم يكونون أعداء هل أنا أعطي أي إشارات أو علامات تدل على أنه همめ كسبانين لما يكونون أعداء كل هذه أشياء راجحة تعرضت للإذاء وجاذب للعلاقات المؤذية ما هو الكورس المناسب إذا نبغى من البداية نعرف العلامات الحمراء إذا أبغى أقفل العلاقات اللي قبل تأذيت منها تشافي العلاقات بس إذا أبغى أعرف من البداية علامات حمراء كوكي حبيبتي تقول هل التلاعب من الاهتمام الزائد ثم الإهمال ينمعاً وحي تام لأن بعض النرجسيين يمارسونه ولكن وعيهم مرخفض وفيهم غباء النرجسيين زي ما شرحت لكم أنهم عندهم القدرة على التلاعب الآخرين عندهم إمكانية عندهم أدوات التلاعب أحد أشكال التلاعب أنه يهتم بعد أن يرمي عاصة وجزرة كلها لأساليب غسيل الدماء موجودة عندهم متخصصين فيها متخصصين فيها تالي هم يمارسونها على الشخص لا يعني أنك أنت تعرف غسيل تغسل دماغ الشخص أنك أنت ذكي لا يعني أنك أنت واعي يعني أنك أنت فاهم في هذه النقطة أنك تفهم في هذه النقطة بالضبط تفهمها فاهمها عارفها دارسها أو يكون يمارسها بلا وعي لأنها تمارست عليه فهو يعرف الأساليب تمارست عليه من قبل فهو يعرف الطريقة هو تطور الجسد المشاعر يتطلب تعاطف يعني كل ما تطور الإنسان كل ما كان عنده تعاطف مع الآخرين صح إنه ما رح ينهار معاهم لأنه يقدر يشوف الصورة الأكبر بس كل ما تطور كل ما استطاع أن يعطف على الناس يرحمهم عاملهم بعطف يقدر قلة فهمهم وقلة إدراكهم مو يستغلهم فالنرجسي هو مو على قدر من الوعي لا هو بس إنسان عنده أداة قوية فقاعد يستغل للناس من خلالها يتلاعب في الناس من خلال هذه النقطة ويستغل لهم صديقتي تقول زوجي نكر فضلي وتضحياتي كنت أنا الرجل المرأة والحن يبيني أمشي على كيفه وأنا قررت الطلاق الآن حبيبتي أنت الموضوع ما هو أين وله سهل ولا تعلقين في قصة هل حفظ لي الفضل ولا ما حفظ لي الفضل ما هو هذا الموضوع أوكي ما هو هذا الموضوع هذا كان الموضوع قديم بس أنت ما عرفت الآن هل قرارك صحيح في الطلاق ولا مو صحيح أتمنى أنك تتخذين القرار بواعي تام بدون تأثير الفكرة اللي قبلها تقدرين تحضرين جلسة الطلاق أو تروحين عند لايف كوتش يساعدك أنك تتخذين القرار لأنك أنت مرة مشوشة أو انتظري على الأقل شوية أنت مرة متشوشة بنت زايد حبيبتي تقول هالشخص اللي يشرح ويعاتب كثير ويزعل من أدنى شيء وأوفر دراما هل تعتبر علاقة معهم ساما أكيد بدون أدنى شك تأنيب خوف غضب أوفر دراما يزعل من أدنى شيء يمكن عندك برياء بعد أعوذ بالله يعني أربعة مشاعر سلبية ما خلّى شيء ما خلّى شيء ما خلّى شيء لا ويعني فخور بنفسك يعني قاعد يعطيك من الأشياء يعني في ناس تستحي شوية يعني تتأدب يعني تقول لا مهما كان صديق ما أبغى يعني أستفرق عليكم هالقصص إلا سام ونص متجك تسعة وتسعين تقول لم أحضن في حياتي بعد الاستيقاظ دائما تخيل أني أحضن نفسي وكثير وساعدني هالشيء ما عرف شو المعتقد اللي أنت تورّطت فيه حينما تكلمنا ترى عن علامات الحمراء أنا أقصد الأشخاص البعيدين اللي يبدؤون علاقة بهذه الطريقة ولا أكيد في أشخاص أنت تحبهم عزيزين عليك قريبين منك تستطيع أنك تتبادل معهم الأحضان تسمح لطاقتهم أنها تكون ملاصقة لطاقتك في موجودين هذور الأشخاص المفروض يكونوا موجودين في حياة كل شخص مننا المفروض أنا عندي صديقة عزيزة وتهاوشنا وتعبت بعدين تشافيت وبعدين صارت دور مشاكل معي لكن صرت أتصدى لها الله أكبر أحس الموضوع فيه تقدم وتأخر وتصدي وكذا حار الموضوع يعني مزعج سراحة يعني تهاوشته بعدين أنت تعبتي ما أدري تعبتي مرض ولا يعني أرهقتي منها بعدين تشافيتي بعدين رجعت هي تسوي مشاكل يعني أنتم ما زلتوا مع بعض صامدين طيب بعدين رجعت تسوي مشاكل مرة ثانية بس صرت توقفينها عند حدها صرت يعني ما تسمحين لها أن تسوي المشاكل thank you صندوق ذهب أول شيء أبغى أقول لك أنه أنت على ما يبدو أن العلاقة هذه علاقة كارمية وبيجيك اختبار ورد ثاني ورد ثالث كده يعني شكل الاختبار طويل thank you شكل الاختبار طويل يعني أو الأسئلة كثيرة اختبار نهاي والأسئلة مرة طولت فالقصة طويلة القصة طويلة ونتي بتستخدمين أدواتك مرة وثاني وثاني لما توصلين الطريق المهم أنك تفهمين الرسالة مهم أنك تفهمين الرسالة وقالت لهوشة الأولى هذه اللي تعبتي بعدها لازم تعرفين وش كان سببها وش قصتها وش كان الموضوع اللي في الخلف وش كان الموضوع اللي في الخلف والسؤال هل تشافيت بشكل حقيقي ولا أنت ما تشافيت هل تشافيت من هذه العلاقة ولا ما تشافيت يعني ممكن ما تشافيت بس أنت تتصورين هذا الشي يعني هداءت شعورك بس ما تشافيت من هذه العلاقة ممكن تحظين أنت شافي العلاقات يساعدك هل تكون علاقة سامة بين الطرفين لهم فارق سن كبير يعاد يصير أعرف شخص لمدة ثلاث سنوات قلت له تقدم لي قال أمي رافض الفكرة وش أسوي لو أنه في الصيف مسحت فيه البلاط بس يعني أحس طاقة مهدرة حطيه في سلة المهملات على طول على طول على طول لا تنتظرين لا تنتظرين الصيف نورة حبيبتي تقول أمي لا تعني لي شيء أبدا وعندما تركتني جرحة جرح عميق خصوصا لما تواصلت معاها ورفضت الوصل قد يكون طلاق تركتك وقت طلاق أو تزوجت يمكن ما نعرف وش ظرفها يعني وأكيد يعني أرجع وأقول يعني الأم هي هي ماسكة كل الأسلاك شقول يعني شقول الأم في الغالب في الغالب هي تحمل عقد روحي عقد أثيري وتحمل خزارات الجسد المشاعري وهي اللي تعطيك الأفكار الرئيسية والصح والخطأ في الحياة وهي اللي ترضعك وتوكلك وتطلع تكبر جسمك في الحياة وشقول بس المشكلة الأمهات ما هم عارفين قدرهم ما هم عارفين أهميتهم ولا لو الأم تعرف أهميتها كان يعني يعني ما قالت اللذين وما سوت اللذين بس ما ترى ما يعرفون أهميتهم ما يعرفون قديش أنه كلامهم أفكارهم شعورهم كثير مهمة للطفل أو مو مهمة هي كل شيء للطفل هي كل شيء للطفل هو الطفل يسوي داونلود من عندها يعني غالبا يعني فأكيد الجرح لما يكون من الأم يكون جرح يعني غائر جدا لا يقارن أي جرح في العلاقات بجرح الأم ما يمكن ما أحد يقدر يقارن تروحين تتزوجين ولد الناس تضاربين معا وكذا تقفلي الملف بس أمك ما هو سهل ما هو سهل هذه أم ما هو سهل لحمك لحمك ودمك منها لحمك ودمك وإحساسك وشعور كله داونلود من عندها يعني إذا كانت فعلا شالت العقد الروحي شالت العقد الأثيري وهي اللي كانت مسؤولة عن الخزانات سواء عبتهم كويس أو ما عبتهم كويس وهي اللي اللي سوت لك داونلود للصح والخطأ للقالب للقالب الرئيسي في الحياة وهي اللي رضعتك ووكلتك أنت في حرب مع نفسك أصلا أنت كذا في حرب مع نفسك فالجرح يكون جدا غائر إذا كان جرح في علاقة مع الأم جدا 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 وما هو هين أنك أنت تتشافى من علاقة فيها جرح مع الأم ما هو هين وما هو زي مستوى أي خلاف آخر من العلاقات في الحياة لا يمكن حتى مقارنته مع خلافات الأب ولا الأخوة ولا الأخوة ولا شيء ولا شيء زي الخلاف مع الأم أو جرح الأم لا يقارن لا يقارن لذلك أفهم الأشخاص اللي يمرون بهذه المرحلة أنهم هم يعني كثير حياتهم تتلخبط كثير تمر عليهم صعوبات في حيات كل ويرجع للجرح هذاك ذلك لازم نأخذ الموضوع جد صراحة إذا عندك جرح غائر من أمك يعني أعتقد أن في كثير أشياء من حياتك منتلخبطة عشان هذا الموضوع وكثير مشاعر ما هي في مكانها الصحيح وكثير أفكار ما هي متزنة ولا سوية وكثير تطرفات فالموضوع يعني يحتاج أنك تأخذه جد أنك تتشافى من هذه العلاقة جد أنك تشتغل على الموضوع جد جد ويجي تقولي ما هي ما رضت بالوصل ما تقدر تلزم الناس أنهم هما يتشافون بالقدر اللي أنت تتشافى فيه ذلك لما في شخص يقفل ما يبغى أوكي هو حر أنا أتشافى لوحدي أقدر أتشافى لوحدي أكمل الموضوع لوحدي خلص الموضوع وبعدها هنا طبقات يعني أنت تشافيتي لوحدك صحيح فيه شيء ما زال موجود ما خلص الملف ما قفل بس أنا أتشافيت معاك بس الملف لسه ما قفل خلصت على الأقل طبقة معين تقدرين تبنين عليها تقدرين تعيشين أحسن تقدرين تطورين مشاعرك تطورين أفكارك تنتقلين لمراحل أخرى وبعدها شوي شوي لما تستطيعين أنك تكونين أقوى ممكن أنك ترجعين للملف في وقت آخر أقترح عليك تحضرين تشافي العلاقات ممكن يساعدك تفهمين القصة قد تبكين كثيرا خصوصا في الأسئلة 27 سؤال عشان تعرفين إيش القصة اللي صارت إيش القصة اللي صارت حبيبتي نور الله يقويك الله يقويك طيب دخلوني معاكم تقول دخلوني معاكم وين دخلها وين دخلها معانا أنت دخلة معانا وفحبيبتي تقول من الطفولة أغلب أصدقائي لديهم مشاكل وأحزان وألام نفسية أو جسدية هم ضعاف هل هذا اختيار غلط للعلاقات؟ شوفي أبغى أقول لك يعني معلش لا يمكن أنك تحطين شخص مريض جسدي قصة جسدية بالبقية هذولا ولا يمكن أيضا تقارنينهم كلهم بشخص يستفرغ أوكي أوكي مو كلنا عايشين كويس وعايشين حياة مثالية ووردية بس في فرق ما بين شخص يستفرغ عليك الألم وفي شخص لام نفسه وشايل الألم ومتحمل المسؤولية بنفسه ولما يقابلك يقابلك بوجه بشوش ويساعدك في الحياة وينبسط معك ويعني يخليك تحس أن الشمس أشرقت فما في مشكلة أنه أنت تصادق شخص ضعيف أو تتعرف على شخص ضعيف أو شخص مريض أو شخص لكن في مشكلة لما هو يبدأ يعني ينقلك هالزبالة هذي فهو ما شال المسؤولية ما تحمل المسؤولية قاعد يعني يحطها على شخص هذا شيء الشيء الثاني فيما يتعلق بظهور الأشخاص المرضى في حياتك هذه إشارة إلى روح مشافية إذا فكل مرة يطلع لك مرضى سواء نفسيين أو جسديين إذا فكل مرة يطلع لك مرضى فهذه الإشارة تروح مشافية ما تقدر أنت تهج من الموضوع ما نقدر تهج ما نقدر تهج من الموضوع إذا ما بغا تعرف عليه هذا المريض ماشي، أوكي المرة ثانية ما أبغا تعرف عليه مريض مع أن المرض مش من العلامات الحمراء ولا مفروض أنك تاخذها بهذه الطريقة بكرة يمرض أخوك ما في أحد في البلد اللي أنت كلهم مسافرين في الصيف مين يروح معاه المستشفى؟ أنت فهمت ولا لسه ما فهمت فالأشخاص اللي يحملون الروح المشافية واضح ترى بالنسبة لهم ما يقدرون يهربون أنت ما تقرأ تهرب من الرسالة عموما بس المهم أنك تفهمها أنك تنقلها لحالة الوعية عشان ما تستمر يعني بدل ما تسويها يعني من نسبة 70% سوها 100% بدل ما أنت يعني تكونين بس مشافية لإخوان وإخواتك والناس المقربة أي شخص مريض تتعرفين عليه قدم المهم أنت عندك خزان مليان وعندك قوة كافية وعندك طاقة كافية لهذا الشي طيب نأخذ آخر سؤال نبغى سؤال خمف وشهري سؤال خمف وشهري تقولك هالشهر قالت لي أمي أنها تكرهني رغم أني أنا اللي أصرف عليها بكيت بحرقة لكن مو عارف إيش أسوي بعد أفهم شعورك مو سهل تطلع كلمة زياذي من الأم مو سهل مو هايين الموضوع حبيبتي أنت تحتاجين تراجعين وشه أنت قاعد تقدمي وشه أنت قاعد تأخذين أحضر إكتشافي العلاقات شوفوا 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 القصة نبغى نختم بهذا السؤال آه تقولك يوم وضعت نية الروحانية أوكي في رمضان ها رحت لمكة وقابلت شخص واصل هذه المقدمة لكن نرجسي والحين بيتخلص منه أتخلص من العلاقة لكن خايفة من الانتقام وش الرسالة الموجهة لي من هذا الشخص خصوصا أنه أنا تواجد في حياتي لما طليقي طلب نرجع هل هذه الرسالة أني ما أرجع لطليقي لا مو رسالة أنك ما ترجعين لطليقك خصوصا أنك تشفتي الآن أنه هو نرجسي وأنه هو ما يصلح أوكي أبغى أكد على كلامك أنه نرجسي حقير أكد على القصة يعني وأكد أنه هو لا يقبل الرف وأنه هو ممكن ينتقم وأبغى أقول معلش يعني شوية معلش نية الروحانية لسه ها لسه رمضان الآن خلال هذه الفترة يعني يعني هو قدر يستوعب هذه الشخصية ويفهمك ويفهم أسرارك وقصصك وأصلك وفصلك لدرجة أنه هو مسك كل الأدوات ها يعني خلال هذا الوقت القصير أنت يعني عطيتي يعني برينت كامل على طول عطيتي برينت كامل يعني أنت خايفة من الانتقام معناه هو عنده يعني برينت هو عنده تقرير كامل عن حياتك عارف يعني البير وغطا متمدانة في رمضان القصة ما نمد القصة ليش كذا لماذا يا جماعة لماذا قلت لكم صار لكم سنة وأنا أكرر عليكم وقلكم يا جماعة أهدى شوية في بداية العلاقة أهدى شوية أهدى شوية مهما كان حتى لو كان صديق حتى لو كانت علاقة متوقعة فيها الزوال شوية يضغطوا فرامل أصلا إذا الشخص الثاني أسرع إذا قام يعني يسرع في العلاقة لازم تخاف لازم تقول هذا شيء مو طبيعي وان رايح هذا فمو معقولة أنت ما صار لنا إحنا كملنا شهرين ما كملنا شهرين مو معقولة يعني أنت يعني يستطيع أن ينتقم منك بهذه السرعة ويعني أن عرف شعورك وعرف كيف يتلاعب هذا الشعور وعرف حياتك وأسرارك وكل هالقصص هذا شيء لك أنت بس ما زال هو بينتقم ما زال ما زالت القصة أنه هو بينتقم شوفي أنا أقترح أنه مثل هذا الخسيس أنك أنت يعني تتعاملين معه بطريقة تطلعين منها زالمة لأنها من العلاقات الخطرة من العلاقات الخطرة يعني شوفي لك قصة حقيقية في الحياة وكبريها حطيها هي في الواجهة يعني ذلك اليوم مرضتي مثلا قل لي خلاص مريضة وإذا رحتي لمستشفى قل لي أنا في المستشفى وخلاص مريضة وخلاص قفلي جوالاتك وكذا خلي يقول ماتت راحت فيها كذا يعني 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 جديلك قصة من القصص الموجودة عندك عشان ما تخلي الموضوع والله بيباي أنا صراحة ما اقتنى في هذه العلاقة وحس انك يعني شخص نهرجسي ومع السلامة لا طبعا بيقلب الدنيا عليك يلا جسالة لنا جميعا لا تستعجلون لا تستعجلون ما هارف ليش لما نوصل الوقت المناسب اللي المفروضنا يتقدم للزواج تأخذ ذراحاتها تهدي الموضوع تقول إتس أوكي قاعد يدور وظيفة قاعد يقنع أمه قاعد يقنع القبيلة قاعد يقنع القبيلة عطوه وقت عطوه وقت التوهم تعرف عليه ادعس أسرع ما عندها تقرير ورا تقرير ورا تقرير طب أصبر يمكن ما يصلح أصبر يمكن مو مناسب سواء كان يعني علاقة عاطفية ولا صداقة فإحنا شفينا كذا يعني ندعس في الوقت الغلط ونضغط بريك في الوقت المفروض أن ندعس فيه عندي صديقة ما تبادل أو بمعنى ما ترسل أو تسلم علي إلا نادر يعني باردة هل أستبر في العلاقة لا ما تبغىك ما فهمت الموضوع ما فهمت الموضوع إذا أحد يرسل يسلم عليه وأنا أرد بعدين ما هذا أسلم عليه ما هو بكل بساطة ما هو إذا هو مهتم رح يبذل جهد للعلاقة رح يبذل جهد للعلاقة هذا الشخص لا يريد أن يبذل أي جهد للعلاقة ولا يريد العلاقة لكنه مؤدب مؤدب ما يرغى يقولك يا عمي يا عمي مع السلامة واللبلوك مؤدب يعني أنت تفهمها فأفهمها تفهم الموضوع 304 ألف لايك شكرا جزيلا طولت عليكم يا جماعة نشوفكم إن شاء الله بكرة تصبحونا على حب